موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد وحلقة سنوية من تقاليد القناة من فترة طويلة جدا بنعمل فيها حصات سنمائي لسنة 2022 من واقع المراجعات اللي عملناها والمناقشات اللي خضناها في الأشكال المختلفة من الحلقات اللي بقينا بنعملها دلوقتي حول الأفلام واللي في الآخر بينتج عنها قائمة أفضل عشر أفلام في السنة من منظوري الشخصي وبشكل مختلف بقالنا ثلاث سنين دلوقتي بنعمله وأتصور أن دي الحلقة الثالثة وهي أني مش داخل أعلن لكم بس العشر أفلام أنا داخل أبني الأيمة معاكم أنا في هذه اللحظة يمكن على عكس أول سنة كان عندي فكرة واضحة شوية عن الأفلام السنة اللي بعدها الدنيا كانت غمضة جدا السنة دي الدنيا بالأمانة فيه أربع خمس أفلام متأكد تقريبا أنهما هيكونوا موجودين في أيمة أفضل عشر أفلام معرفش ترتبهم هيبقى إيه بالضبط معرفش الخمس ستة أفلام التانيين هيبقوا إيه وبكل تأكيد معرفش إيه أفضل فيلم في السنة في هذه اللحظة الشكل ده أتصور أنه هو عجبكم في السنتين اللي فاتوا ولذلك هنكمل عليه السنة دي كالعادة الأيمة دي بتتبني من رأي الشخصي من منظوري الشخصي علاقتها بالتقييمات نفسها ممكن تكون موجودة ولكن مش ضرورية أبدا ومش ربطاني في أن يلازم الفيلم صاحب التقييم الأعلى يكون موجود في المكانة الأقوى المهم دلوقتي أن احنا عدت سنة في أفلام شفناها بقالنا 11 شهر 12 شهر 5 شهر 6 شهر يوم يومين أسبوعين حاجات بالطريقة دا فاختبار الزمن موجود معنا على الترابيزة في أفلام مع مرور الوقت ممكن يكون ترصخها جوه الذاكرة قل شويتين تقديري ليها تراجع أمام أفلام أخرى حاجات زي كده دا وارد طبعا وكان عادة برضو مش بكل تأكيد شايف كل الأفلام اللي كانت المفروض تبقى موجودة في القيمة يعني أحضرني دلوقتي فيلم زي دا ويل كان نفسي أشوفه قبل ما أعمل الحلقة دي فيلم زي دا فيبلمنز كان نفسي أشوفه قبل ما أعمل الحلقة دي يمكن يكون في عدد آخر من الأفلام قبل ما أعمل الحلقة دي حرست أن أنا أتفرج على فيلم جلاس أونيون وأتفرج على فيلم بينوكيو بتاع جيار مو دلتور اللي على نتفلكس لأنه كنت متصور أنه ممكن يبقى لهم نصيبه وبرضو حتى هذه اللحظة مش متأكد إذا كان حيبقى لهم نصيبه ولا لأ وقبل ما نبتدي في العملية بعتذر أن الحلقة دي متأخرة نسبيا أنا بحب أطلع الحلقة دي قبل نهاية السنة ولكن كنت في أجازة والأجازة دي ليها تفاصيل كتير وبعض تفاصيلها كوميدية بحكيها على قناة ستريم جامد لو دخلته هناك ممكن تتفرجوا على حاجة تبصدك وطبعا كالعادة جاي بالزير الرسمي لقيمة أفضل أفلام في السنة السنة دي العملية بتاعتنا حتم على أربع مسائرح المسرح دوت اللي بكلمكم فيه بشكل مباشر وبفكر فيه معاكم المسرح التاني اللي معانا هيبقى مسرح فاضي ده اللي هنحط فيه كل الأفلام اللي موجودة معانا جوه الصورة ولكن مش أكيد جوه الأيمة النهائية لو تفتكروا في السنتين اللي فاتوا كنا بنحطهم حوالين الأيمة كده والمساحة كانت بتديق مني فالحل اللي فكرت فيه هو أني أعمل ملعب أقعد أعبث فيه زي ما عاوز وبعد كده بنرأي الحاجات مرة أخيرة أو بشكل نهائي داخل الأيمة لو هتوصل معانا وده يوصلنا للمسرح الأساسي بتاعنا اللي هيبقى مقتصر على الشكل دوت لما العشر أفلام يستقروا في أماكنهم بالإضافة لمسرح نهائي اللي هنفتكر فيه الأفلام بتاعت السنة علشان نشوفه ونقرر مع بعض إيه هي الأفلام اللي هتستمر معانا وده المسرح اللي هنبدأ منه من قناتنا قناة فيلم جامد من واقع المراجعات علشان نشوف إيه هي الأفلام اللي رجعناها السنة دي وبكل تأكيد ده معنانا إحنا نشوفناها وعاوزين ندخالها معانا يا إما في الأيمة يا إما في مسرح الاعتبار البداية معنا هتكون مع فيلم دا باتمان وفيلم دا باتمان بكل تأكيد موجود معانا جوه المسرح ومش أكيد قوي جوه الأيمة النهائية مبدئيا فانا حاجيب دلوقتي البوستر نحطه في المسرح وناخد الموضوع بالهدوة واحدة واحدة فيلم دباتمان يا جماعة لو لغاية شهر سبعة او تمانية كنت تلقائيا لازم ادخله في الاي مو بعدين نتكلم في ترتيب وبس في اللحظة دي معلش احنا ما بنتكلمش عن سنة فاضية حقيقي مليانة افلام فعايز اخد الموضوع واحدة واحدة نرجع لمسرح الاختيارات بعد دباتمان اتكلمنا في دا ادم بروجيكت ولا يفيلم ظريف بس صعب قوي في يضل اللي حصل في السنة دي يكون له مكان معانا عندنا مسلسلات حاجات قديمة فيلم عربي حقيقي لو في فيلم عربي يفرض نفسه حد ادخله معي في الايمة بس حتى هذه اللحظة ما فيش وما ظنش ان السنة دي كان فيه خالص الا فيلم زومبي يا خبرة بيجر فيلم زومبي الحصاد حاخدهم مرحلة لوحدهم بلاش نبتدي نتكلم في الافلام اللي اتناقشنا فيها جوة الحصاد دلوقتي كل دي ما كانتش مراجعات هصل هصل ناخده معانا في الملعب هصل ممكن ما يكونش من الافلام اللي صمدت قوي امام اختبار الوقت بس انا فاكر وقت ما شفناه كان اثار اعجابي بشكل واضح اه التناول بتاعه للافلام الرياضية ما كانش مختلف بالقدر الكافي بس كان فيه دين مكاية رائعة جدا ما بين الشخصيات واللقطات بتاعة عالم الرياضة بتاعته كانت فريدة ونرجع لمسرح الاحداث عندنا الفيس وبلاك فون اللي اتنين هيكونوا معنا في المسرح الفيس من الافلام برضو اللي اثرت الاعجاب بشكل واضح وقت طرحها ولكن مش قادر اقول انها فضلت في الذاكرة لفترة طويلة قوي ولو كنت لسه مصمم ان الاداء التمثيلي في الدور الرئيسي لازم يكون لبعض الاعتبار في موسم الجوائز وبلاك فون ده تقريبا ما عجبش اي حد في الدنيا غير بس دي ايمتي يعني يكونوا عجبني دي كافية انه على الاقل يكون معنا في الاعتبار هوصف تدراج انه ماله مخلص يعني اندخل عشر حلقة هوصف فول استنوا استنوا في حاجة قدام فول خطف عيني بس في حاجة قبله تسليم اهاوي حصات حنشوف الحصات اللي واحده فول 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 فلم الكوارث الجميل اللي شفت جزء كويس منه يعني عشان كنت مغمد عيني اغلب اوقات الفيلم افلام افلام جدنا امستردام لا للأسف ولا حتى في الاعتبار من اي اساس ده هو الحقيقة انتمي في قايمة اخرى خالص بس بلاش نفتح الباب ليها دلوقتي بلاك ادم ما بدايتش منه قوي بس مش للدرجة برضو افاتار اه داخل قائمة الاعتبارات ومعه وكان دفوريفر برضو داخل قائمة الاعتبار بكل تأكيد وافاتار اللي كان مفاجئة بكل تأكيد الزخم عاد مرة اخر كده يبقى من المراجعات المستقلة وهي مش المراجعات المستقلة اوي يعني لان عندنا الفيس وبلاك فون كانوا في مراجعة مدمجة طلعنا بسبع افلام قليل اوي عملت مراجعات قليل انا برضو السنة دي بس بصراحة مش حاسس اني عاوز اعتذر عن ده الدنيا اختلفت طريقة اللي اهتمام بالرأي اختلفت والحمد لله احنا اتكلمنا عن حاجات كتير مش شرط تكون مراجعات مستقلة يعني يعني لو بصينا سريعا على البثوث اللي عملناها ودي ان شاء الله باذن الله حيكون عليها تركيز كبير واهتمام كبير في السنة الجديدة حنلاقي عندنا فيلم برضو بتاع ليخاندرو جونزاليس انياريتو فيلم نتفلكس فيلم مهم حيدخل معانا في الملعب حنلاقي معانا في الملعب حنلاقي معانا دامينيو اول فيلم حيخش معانا بشكل مباشر في قيمة العشرة فيلم صادم عجبني الصراحة برضو فيلم صادم اكتر ومش لكل الاذواء اكتر بس حقيقي في نواحي كتير جدا عجبتني بشكل ملفت وذامينيو اللي خلينا نحطه مبدئيا في المركز الرابع الحاجات بتاعت حلقات الحصاد بقى حنغش وحنجيبها من الايمة المصغرة اللي بتبقى تحت الفيديو دي في الحلقة رقم 11 عندنا واحد تاني مسلسلات قوي يعني تقريبا ايه دا احنا عملنا حلقة تقريبا متلناشا افلام خالص يا الهي طيب 12 كانت عند ماهر 13 بقى 13 كان فيها كيرة والجن يا الهي خلاص دي ما فيهاش حاجات الضغط 15 كان فيها لا اتنا طبعا طبعا بتمنى الفيلم دا ياخد حقه في موسم الجوائز ولو حتى بس عشان اعتبارات التصوير والمونتاج والتحديات الصعبة فعلا اللي الفيلم فرضها على نفسه عندنا بعد كده ار 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 او مالو دا مر او ماشي كده خلاص الافلام اما الحلقة السبعتاشر احدث وحدة عندنا على الاطلاق فيها وكان دا فوريفر فيها امانسيبيشن لا اذا منيو دا سوا مرس فيلم ضريف بس لا ما يخشش معانا وخلاص كده عندي تعالوا بقى نشوف حلقات الحصاد اللي عند ماهر الحلقة رقم 12 كان فيها ذا نورثمن انا عاوز اقول ان نورثمن في الواقع المفروض يخش في الايمة بشكل مباشر بس لا حمسك سنة في النقطة دي تعالوا بس نحط في الملعب نورثمن معانا في الملعب ومن التجارب اللي عاشت معي الفترة طويلة وفضل في ذاكرتي لغاية ما وانا ببني الايمة دي 14 عند ماهر فيها واو دي كانت حلقة جميلة اوه فيها نوب وفيها everything everywhere all at once وفيها bullet train وفيها 13 lives وفيها pray ينهر ازرق طب ما دول كلهم ده فيهم ايه ده اعمل في ايه اعمل ايه اعمل ايه اتصرف الزينة دلوقت بصوا نوب لأ everything everywhere all at once ضروري 13 lives ضروري pray لأ ماشي يبقى تعالوا نقول everything everywhere all at once bullet train and 13 lives يا اله بصوا تعالوا عشان خطر الفعلية نحط everything everywhere all at once في المركز السادس داخل قائمة العشرة مباشرة مش حاسس ان الفيلم هيحتل عندي مكانة من الخمسة الاوائل لكن خروجه من العشرة شبه مستحيل وفي الملعب نجيب 13 lives عودت رون هاورد للفورمة ونجيب bullet train ومثل براد بيت في الايمة بصراحة برضو متضايق ان احنا ملحقناش نشوف بابيلان قبل ما نبني الايمة دي في الحلقة 16 من حلقات الحصاد عندنا امستردام دا جود نيرس دا جود نيرس محتاج ينزل في البلاي جراوند ارجنتينا محتاج ينزل في البلاي جراوند ارجنتينا ناينتين ايتي فايف انا حتجرق واقول انه ينزل في المركز العشرة معنا في الايمة ريمان دان ري لأ هنزلوا معنا في البلاي جراوند يا ربي يا ربي الدنيا تزحمت طب بصوا بصراحة انا مش عاوز اعمل زحمة بقى على الفاضي دلوقتي انا عاوز ادخل دا جود نيرس وعاوز اعرف المفروض يخش مكان فيلم من الموجودين دول ولا لا لأ لان انا مش عاوز الملعب عندي يزيد عن كده والاجابة هي اه دا جود نيرس حدخل مكان دا جود نيرس قصة ممكن يتقال علينا قصة عادية وبصراحة دا شيء انا بحي عليه جيسا كاتشاستين وإدي ريد مين رغم اني بيني وبينه عدد من المشاكل يعني بس بصراحة اختياره لدور زي دا فيلم زي دا شيء يستحق التحية والكوايت ان دا وسترن فرونت يستاهل يدخل مكان فيلم من اللي موجودين في الايمة الاجابة هي اه حيدخل مكان هاصل ممثل السينما الحربية يا جماعة في اي منه ازاي وزي ما قلنا في الايمة مباشرة وفي المركز العاشر ارجنتينا 1985 من اكتر الافلام اللي اكتازت اختبار الزمن القصير معايا طبعا عشان نبقى موضوعيين بس الفيلم دا عمل يهاجمني ما بيسيبنيش من ساعة لما شفت كنز والله حلقات الحصاد دي يا جدعان ما تفوتكوش يعني ودي كانت حلقة الحصاد الستاشر والاخيرة عند مهر انا كل دا عمل اقول ام الفين توب جان توب جان كان في الحلقة الاثناشر وانا عديت وعادي خالص وروحت بسرعة لده نورثمان وهاصلت حلوتي توب جان حيدخل في الايمة مباشرة وحسكنه المركز الخامس طبعا قلنا كتير وعيدنا كتير بس الحقيقة مفيش اي منع من تكرارها كون السنة دي سنة سينمائية جيدة ففي جزء كبير من الفضل يرجع اصلا لتوب جان مافرد اربع افلام داخل الايمة النهائية و13 فيلم داخل الملعب والسؤال دلوقتي هل ممكن اكون ناسي حاجة مش عايب ابدا لما عديت عدية سريعة هنا مش عايزين نندم ايه الحاجات الغريبة جدا لما كنت اكتريت من هنا غالبا ما كانش في افلام هتخش معنا في الايمة خالص جلاس اونين جلاس اونين حلو عجبني على فكرة بس يعني انا ممكن ادخله الايمة الشرفية بس عشان يبقى عملنا كده لكن في النهاية وما هو مش هيخش الايمة النهائية ممكن يكون ضمن التلاتاشر يعني فعلا انا عاوز احط طب خلص هحطه في الايمة الشرفية جلاس اونين لو حيدخل حيدخل مكان مين لا بسراحة انا مبسوط بالايمة الشرفية كده كمان مش حيدخل خالص بلاك راب ده كان فيلم زريف برضو بس لأ طبعا بعيد جدا ضاج ضاج من الافلام اللي عجبتني جدا بس لأ طبعا ابعد ما يكون تينوكيو من الافلام الحلوة بسط بيه بس اوفر ريتت شويتين مساحة حاسس اني ناسي حاجة نعمة حاسس اني ناسي حاجة يا نصبت ايه ده بانشي زوفيني شيرن ده بانشي زوفيني شيرن من الافلام اللي بكل تأكيد حنتكلم عليها في البث اللي جاي ان شاء الله بكل تأكيد وهو فيلم متميز جدا رغم انه في رأيه الشخصي مش افضل افلام مارتن مكدونة بس الحدوتة والاجواء تدفق الحوار رباعي البطولة رباعي تمثيلي يا الهي ده بانشي زوفيني شيرن حيخش معانا في اللقايمة بتاعة العشرة مباشرة وحسكنه مبدئيا في المركز عمال اقول في تاني حاجة مهمة طب انا في حتة سافرت فيها اتفرقت على حاجة ورجعت بيها قلت دي من اجمد الحاجات الحمد للان افتكار انا حاسس ان كده خلاص بصراح مفيش حاجة تانية ومعليش بقى لو نسيت حاجة تانية وطلعت حاجة بديهية اوي سامحوني بصراح اتعبت عشان افكر وافتكر ولم الافلام وعمل الحوارات دي كلها عندنا خمس اماكن عاوزين نملاهم بالافلام اللي موجودة في الملعب قدامنا دلوقتي حالا ده باتمان اول كويت واند وسترن فرونت الفيس بلاك فون مستبعد اوي بلاك فون يخش فول مستبعد الى حد كبير فول يخش كذلك واكاندا طيب نبتدي بده باتمان حبتدي مع ده باتمان في المركز التام يفضل معانا اربع اماكن اتصور من البديهي في هذه المرحلة اني ادخل ده نورتمان حنبتدي مع ده نورتمان في المركز التاسع مش معقول التلاتة اللي جايين حيبقوا تلاتة الاوائل طبعا بس ادينا بنلعب فهو الحقيقة مفيش ما يمنع ان احنا نرتب الحاجات بالاولويات سنة بقى في المرحلة دي باننا نحط ده مينيو في المركز الاول مش مستبعد اخلص على فكرة على فكرة على فكرة على فكرة على فكرة في الاغلب ده اللي حاجز وان احنا نوصل طب جان مافريت للمركز التالت مبدئيا اننا نطلع ده بانشيز للمركز الخامس ونرجع تاني للملعب علشان نقول ان من الافلام دي في استحقاق كبير يبدأ معانا من المركز السابع ووصولا للمرحلة دي حعوز ارأي فيلم محترش انا كون ايمة العشرة وغالبا مش هختار اوي انا برتبهم ايه يا جماعة في ايه ما لنا انتنحين كده ايه 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 وسان عملت بيست على طول هو رشق في المركز التامي انا بقى هعدل عليم مثلا ده قدر يا ساة ده قدر بقى فاضل عندنا مركز واحد وتسع متنافسين حاسس ان السينما العالمية تم تمثلها بشكل جايب من خلال ارجنتينا 1985 فمش حاسس ان برضو اوقاتينا مفروض ياخدوا المكان ده حاسس ان بولت ترين فيلم فكاهي اكتر من انه يستحق مكانة في الاي مدين حاسس ان مارفل بشكل عام بالنسبة لمستواها دي ابعد موقتة مفروض توصل لها بقى تعالوا كده معيد ترتيب الدنيا لان الاربع اللي تحت دول خلاص بقى مفهوم انهم اي مشرفية فقط على مستوى الانجازات على مستوى المتعة انا شايف ان المركز الاخير دوت ما بين افاتار وما بين الفس افاتار ولا الفس على مستوى تناصق الفصول على مستوى استمرارية المتعة من البداية للنهاية يعني يحاول حاجة النص الاولاني بتاع الفس ممكن يكون افضل من النص الايمة دي كلها على بعضها كل افلام اللي عدين عليها بس النص التاني من الفس في حاجة كتير قوي حسستني بشوية مدل لا افاتار كمل على مستوى المتعة بتاعته من البداية للنهاية فانا بجد عايز الايمة دي تبقى 11 فيلم طب الفس ممكن يخش مكان حاجة من لا الصراحة انا راضي عن التسعة دول بشكل كبير فدي دي ابعض نقطة الفس هيوصل لها معنا بس لا الفس يستحق 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 ان الايمة دي تبقى 11 فيلم وهو يبقى رقم 11 وبذلك الفيلم المتمم لايمتنا حيكون فيلم افاتار وي اوف دا بوتر وايمتنا الشرفية بتتكون من 8 افلام اعضاءها بشكل نهائي هما الفس دا بلاك فون دا جود نيرس باردو اتينا وكان دا فوريفر بوليت ترين وفول لو حد جديد دلوقتي حيفتكر ان الحلقة خلصت خلصت مين يا بي دي بتبتدي بابل سورتنج يا ولاد انا عارف ان التكنيك اللي بعمله دهات ما هواش بابل سورتنج قوي يعني بس ادل في ايدي يعني ارجنتين 1985 ولا دا نورثمان دا نورثمان الحقيق طب دا نورثمان ولا دا باتمان دا باتمان الحقيق طب دا باتمان ولا 13 lives دا باتمان everything everywhere ولا دا باتمان دا باتمان بنشيز ولا دا باتمان صعبة بس هقول باتمان اذاتار اكيد دا باتمان احسن طب جان مفرك لا اقول كويت اه لا اه او يمكن اه اكيد لا طيب حصل شوية قاعدة ترتيب كده تعالوا نعمله دلوقتي وبعدين نرجع تاني نشوف الدنيا وصلت لايه طيب على مستوى الطلعة دي ده مينيو في المركز الاول توب جن في المركز التاني ده باتمن في المركز التالت في المركز الرابع انا شاكك في دي شوية انا عاوز ده نورتمان وارجنتينا يتقدموا شوية على حساب افاتار مبدئيا افاتار اخر المنضمين للايمام ده مكانه الطبيعي في تقديري الشخصي ارجنتينا 1985 فيلم انساني جدا وفيلم مهم جدا وزي ما بنقول كده ممثل السينما العالمية معانا هل انا مبسوط بترتيبهم ده ولا لأ انا بقول ناخد لنا حلقتين نفكر في الموضوع ده مثلا بالنسبة لذا نورتمان اه انا مبسوط 13 lives و everything everywhere لا انا عايز اطلع 13 lives فوق everything everywhere all at once everything everywhere all at once فيلم متميز جدا وفيه كمية انجازات على مستوى تنفيذ المؤثرات البصارية مع الوضع في الاعتبار الميزانية والفكر اللي هو بيناقشها اصلا وفلسفته والامور دي كلها من ارواع ما يمكن ولكن فصله اللي في المنتصف اربتني الى حب كبير وحسسني بشوية ملل 13 lives ما فيهوش ده 13 lives يا كاد يوصلك انك تقول ان الداة صوير اللي حصل بشكل حقيقي او فيلمه وطائقي بشكل او باخر وطبعا مش كده خالص انا مش عايز اقفلم يا جماعة ده مينيو هو افضل فيلم السنة دي يعني ممكن اعمل لكم اثارة وتشويق وافلام وحاجات زي كده بس انا بفكر معكم بصوت عالي ودي كانت الفكرة بتاعة الحلقات نفسها ده مينيو في تقدير الشخصي هو افضل فيلم في الفين واثنين واثنين بس معقول طوب جان ياخد المركز التاني وانا ببني الايمة داية ما كنتش متخالن ده ممكن يعزر ده باتمان في المركز التالت جاي من الايمة الشرفية انا اخفقت بصراحة في موضوع الايمة الشرفية دا ده باتمان كان لازم يخش الايمة من الاول انا معذور يعني انا تصورت ان في حاجات تانية ممكن تخش وبتاع بس ويخوف والله يحسس ان انا الناس يحاجة مهمة والنعمة والنعمة النعمة حل بصنا عارف مقابل في مكانه كويس في مكانه كويس في مكانه كويس ارجنتينا في مكانه كويس خلاص يا جماعة انا تمام قيمتي النهائية لافضل افلام الفين اتنين وعشرين ويا رب ماكنش ناسي حاجة كل سنة وانتو طيبين جميعا كانت سنة كويسة سنمائيا عايز اقول جيدة الى جيدة جدا كذلك ولسه عندنا موسم الجوائز ولسه مش هنطوي صفحتها بالكامل دلوقتي وكالعادة هفضلكم المسرح دلوقتي عشان تاخدوا السكرين شوتس بتاعتكم وتتحفون يبقى ويمكم اخد لكم شوية بوزز لزوم السكرين شوتس مش هارف انا خدت اغلب البوزز كاني مش طيق قويمكم لي ده مش احساسي والله يلا بسرعة اشتغلوا على القويم بتاعتكم بعتولي على تويتر بعتولي على انستجرام بعتولي في اي حتة حعمل لكم ريتويت حقول لكم رأي حنتناقش مع بعض كل سنة متطيبين مرة اخرى الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك لحلقة لعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات اشتغلكم الحلقة اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام في حاجة هنا كنا بنقولها في النص كنا بنستريم عليها ما بيناش بنستريم عليها خلاص فقلت يوتيوب وانستجرام وبي باي